شايف مع حضرتك فيه كتاب إيه حكايته؟ حكاية الكتاب نحن تعرفي من وقت ما أجو الأطباء أنا واحد من الناس اللي اشتغل مع الزملاء الأطباء الجدد والأطباء الأسنان راح أشحلك عنهم راح أشحلك عنهم واشتغلت معهم بقضايا التعديل عرب دليل الأطباء العرب في فيينا هذا النسخة الثانية فنحن كنا نشتغل مع زملائنا على عملية التعديل والاندماج في سوق العمل بعدما وجدنا نفسنا بعد سنوات أنه نحن عدد كبير من الزملاء اللي صار عندهم عيادات في فيينا يعني مثلا بأطباء الأسنان نحن زيادة العيادات بنسبة 60% يعني عدد الأطباء الأسنان اللي عندهم عيادات في فيينا زادوا 60% وخلال سنة 23-24 هاي كلها نتيجة للأطباء اللي يجوا بالـ 2014-2015 عدلوا وساووا كرسات وساووا نقاط وأخذوا عيادات والعدد مرشح للإزدياد طبعا الجارة العربية بحاجة لأكتر من هيك بس يعني العدد صار مقبول بالنسبة للأطباء الأسنان بالاختصاصات الأخرى لا فأجد من هنا فكرة أنه نحن نساوي تبسيطا للناس ولجمهورنا في الجارة العربية نساوي دليل الأطباء العرب فاشتغلنا عليه هذا من حوالي من سنة 2020 إجت الكورونا شوي أخرتنا مكننا من إصدار العدد الأول بالسنة الماضية كان طبعا العدد الأول المتواضع بعدد الأطباء بس هو المهم كان أنه الدليل مبوو يعني بساعدك تحصل كل عيادات الأسنان اللي موجودة فينا كل الأطباء اللي بيشتغلوا في فينا كل عيادات الأطباء العيون أطباء العظام أطباء النسائية الداخلية أطباء الأسرة إلى آخر كل الاختصاصات فما بتحتاج إلا أنك تتصفح الدليل تعرفي شو حاشتك أقرب طبيب إليك تروح عليه تمام السنة هلأ نحن عم نعمل الأسبوع القادم رح ينزل على السوق الإصدار الثاني الإصدار الثاني من الدليل طبعا فيه عدد أطباء أكتر فيه عيادات أكتر وفيه شرح أفضل وإن شاء الله مستمرين نقدم الخدمة هي هذه الخدمة تقدم يعني للجالية العربية لتسهيل التواصل بين أبناء الجالية والأطباء ولأطباء أنفسهم لأنها تتوزع مثلا بالسفارات بالعيادات وكذا فممكن أن يأخذ المريض الدليل ويوصل للمعلومة اللي بدهها بسرعة الدليل طبعا موجود كمان بيد ايف يعني ممكن تحميله على الهواطف وممكن كل واحد يدور على المعلومة اللي بتناسبه فإن شاء الله وتعالى يكون يعني موجود بيد ايف أونلاين وموجود في العيادات موجود في العيادات موجود في المساجد موجود في السفارات موجود في الأوبك موجود في الأمم المتحدة يعني وهنا حسنا نوزع ووزعنا يعني نحن العدد الأول الاصدار الأول وزعنا حوالي عشر تالاف نسخة مجانا والسنة هاي هلأ كمان نسخنا عشر تالاف كمان ويوزع مجانا فبالتالي يعني أنا أعتقد أنه بيوفر خدمة للمرضى وللزملاء كمان يعني الزملاء الجدد اللي بيفتعوا عيادات جديد فالناس بيتعرف على عياداتهم وعناوينهم من خلال الدليل يعني هو الدليل محصلة عمل مسمر وتعاون بين الزملاء الأطباء هو اللي مكننا أنه نحن نساوي عمل مشترك مع بعض ونوصل فيه طبعا نحن عنا هلأ كمان الأطباء العرب ده تحت يعني تحت رعاية جمعية الأطباء العرب لا هذا حتى تنمسيك عمل وطباعة وفلوس وتوظف ناسي سعوه وتاخذي فلوس مقابل الدعاية اللي موجودة فيه هذا ما بيصير تساوي جمعية يعني الجمعيات بتكون هي غير ربحية ففيه شركة طامت بهذا العمل بس الأطباء اللي شاركوا فيهن أطباء عرب والمهندس اللي قامت على التنفيذه كمان مهندسة عربية وعلى هذا مثله فبالتالي نحن هذا إنتاج يعني يحسب للجارة العربية اشتركوا في القناة